تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في ايران مع دخولها الاسبوع الثاني حيث اتسعت رقعتها لتشمل اغلب المدن الايرانية بيد ان المظاهرات التي خرجت اعتراضا على مقتل الشاب الايراني مهسى اميني وسقط فيها عشرة القتلى والجرحى انتقلت من مرحلة الغضب والاحتجاج على مقتلها الى المطالبة باسقاط نظام ولاية الفقيه عوامل مختلفة تتوزع بين حقوق المرأة وضغوط البطالة والتضخم والقمع الرسمي والتدهور المعيشي ادت الى تأجيج حالات الغضب في الشارع الايراني قابلتها اجهزة الامن والحرس الثوري والبسيج بقمع مفرط ودموية معتادة اندلاع التظاهرات في وقت تخض فيه طهران مع واشنطن مفاوضات حول ملفها النووي فاجأوا ربما اربك ادارة رئيس الامريكي جوغ بايدن تلك التي امتنعت عن التعليق او ادانته في وقت مبكر غير ان تدهور الوضع فرض عليها الرد وشجب قمع السلطة الايرانية لكن بحدود محسوبة تجهل الرئيس الامريكي بايدن في كلمته امام جمعية العمومية الامم المتحدة حادثة وفاة مهسى اميني مع انه خص ايران بمقطع صغير من كلمته لكن بعد تسارع الاحداث تغير المشهد اذ حمل وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين مسؤولية وفاة اميني للشرطة الايرانية التي تقمع المتظاهرين من جانبه تجاوز الكونغرس موقف ادارة بايدن الباهت من خلال حث وزارة الخزانة الامريكية على كسر العقوبات ومنح اجازة تصدير اجهزة اتصالات الكترونية الى ايران ذلك لضمان التواصل مع الحراك المناوئ للنظام بعدما شدد النظام الايراني القيود على الانترنت لكن المؤكد ان كل ما يجري في ايران يحظى برصد مكثف في واشنطن دون مراهنة ادارة بايدن على تحقيق نتائج مختلفة حيث لا يبدو انه ثمت مصلحة امريكية حتى الان في دعم تظاهرات تضعف نظاما تستخدمه واشنطن لفرض رؤيتها في المنطقة اشتركوا في القناة